قد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير أسعار الأدوية بالمغرب حيث أكد أن تفوق ناظرة بفرنسا مثلاً بـ 200 إلى 300% مضاد حيوي الأمراض الكري سعره بالمغرب 128.21 درهم في حين لا يتجاوز بفرنسا 42.81 درهم مستحضر دوائي يصوق بالمغرب بـ 484 درهم في حين يبلغ في فرنسا 214 درهم فقط ما شغل الأدوية اللي خاصة العلاج خاصة بزافة المسائل اللي نقص عندنا مثلاً تقنيات اسبطارات نقصين بزافة المعدات الناس كيش دو ليرانديفو كيش دوهم بعاد وزارة الصحاق ستتعد نظرف هاد المسائل ديلها بجدية واتشوف كل واحد المدخول ديله تعد الرميد اللي درورة ما شه هو الرميد اللي بغى الانسان اللي تيحلم به الانسان المواطن المغربي خاصة الانسان اللي ما عندوش يديروا حد الورقة ولا هادي يطوئي جميع اللي زانة على الجامعة كل شي خاصة يدعوه فابر البلغ الأخير لوزير الصحة بداية هذا الشهر أكد أن لا رجعت في قرار خفض الدعوة الثانية من الأدوية قرار يراه المهنيون ضروريا لكنه يبقى غير كافي لتسهيل الولوج إلى العلاج كان الملاكز الصحية العموبية كان القطاع الخاصة هو المسحات كان أطباء في الممارسة ديالهم كان بعض القطاع أخرى نتعلق هذا الشيء كالوقاية تربية لا يعقل بأننا في المغربي إلى يومنا هذا كان هناك 30% التغطية الصحية إذا جئنا نقارنه بالدول المجاورة ونأخذ الدول من ناحية السعودية ره أضعف التغطية الصحية في المغرب وكان واحدة مقطة واحدة أخرى هي الضربة على القيمة المضافة الضربة على القيمة المضافة كان أغير في المغرب قبل أن تشريدها يجب أن تذهب أولا عن طبيب يجب أن أعطيك تحليلات أو راديو يجب أن تديره هذه المسائل كلها مكلفة إذن لا يجب أن نختزل الصحة كلها في الدول 376 ديرهم فقط وحجم استهلاك المواطن المغربي من الدواء سنويا علما أن المغرب اختار منذ الاستقلال سياسة صناعة الأدوية حيث أضحى اليوم من الدول المصدرة لكن غلاء الأثمرة يطرح إشكالات تنظيمية وقانونية يجب أن ترافق قرار خفض الأدوية ترجمة نانسي قنقر